اكد معالي الشيخ خلد بن عبدالله الخليفة نائب رئيسي مجلس الوزراء ان مواصلة رفض البنية التحتية بالمرافق المشجعة على ممارسة الانشطة الرياضية والبدنية المختلفة تعد سياسة رديفة لما توليه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء من حرص واهتمام بالصحة العامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الخدبية وقال معالي ان مناسبة اليوم الرياضية تعد فرصة حقيقية لتسليط الضوء على الرياضة في البحرين بوصفها نمطا حياتيا وثقافة متأصلة في مجتمعنا الدعم لمثل هذه المبادرات التي تحظى بدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة جا ذلك لدى تفضل معالي بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظة المحافظة الجنوبية بافتتاح ممشى مدينة زايد حيث اشارك معاليها المدعوين واهالي مدينة زايد والمحافظة الجنوبية ومنتسبي وزارة شؤون البلديات والزراعة في فعالية المشي التي نظمتها بمناسبة اليوم الرياضي لمملكة البحرين واضح معاليها ان التوسع في انشاء الفضاءات المفتوحة وسط المدن والاحياء الاسكانية وتخصيصها كمضامير مزودة بالاجهزة الرياضية الحركية وبمسارات خاصة للمشي وممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية يعد نقلة للمشاريع التي تتابعها اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية وتنفذها وزارة شؤون البلديات والزراعة لما توفره من بيئة معززة للصحة النفسية واللياقة البدنية ولما تشكله من محيط حضري مستدام يعكس الجهود المبذولة لزيادة الرقعة الخضراء في جميع مناطق المملكة من خلال خطة التشجير التي تجسد تنفيذ المملكة لالتزاماتها الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة خمسين بالمئة بحلول العام الفين وخمسة وثلاثين والوصول للحياد الصفري عام الفين وستين على نحو يسيم في حماية البيئة وموهجهة التحديات للتغير المناخية وأثناء معلي في هذا الصدد على الجهود التي تبدلها وزارة شؤون البلديات والزراعة في تطوير المماشي العامة وموجها في الوقت نفسه لدراسة تزويدها بمرافق تجارية صغيرة وناشئة لخدمة مرتاديها من الأهالي وقاطني المنطقة ولما لها من شأن توفير فرص استثمارية جديدة للمواطنين من جنبه عرب وزير شؤون البلديات والزراعة عن شكر وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لما تحظى به من مشاريع وبرامج الوزارة من دعم واهتمام مقدرا لمعاليه كذلك الحرص على مشاركة منتسبي الوزراء والمواطنين للسنة الثالثة على التوالي في افتتاح مضامير المشي في مختلف المحافظات مؤكدا أن افتتاح الممشى في مدينة زايد يعد تأكيدا لما توليه الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أهمية بارغة للمرافق التي تشكل حاجة للمواطنين وتقدم إضافة مهمة ضمن سلسلة من المشاريع الخدمية في جميع مناطق البحرين لطلما حظي القطاع الرياضي والجانب الصحي في مملكة البحرين أولوية قصوى لتترجمه تلك الجهود المنبثقة في تهيئة البيئة الصحية والملائمة عبر عدد من المماشي والمرافق الترفيهية التي تخدم مختلف المناطق السكنية وباعتبار الرياضة المشي هي الرياضة التي تستهوي الكثير من فئات المجتمع تم افتتاح ممشى مدينة زايد تزامنا مع احتفال المملكة باليوم الرياضي اعتادت وزارة البلديات والزراعة دائما أن تضع في يوم الرياضي بصمة واليوم كان لنا شرف افتتاح ممشى مدينة زايد هذا الممشى طبعا صمم على أحدث الطرق وبالتالي تم وضع كل السبل التي تناسب من أهل أهالي المنطقة اليوم شهدنا حضور غفير من الأهالي في الممشى وهذا يدل على أن الناس شغوفة في رغباتها في هذه المضامير الموجودة طبعا هذه المضامير تخدم المنطقة مدينة زايد القديمة واليديدة طبعا هذه أثر إيجابيا على وجود مثل هذه المضامير يطل ممشى مدينة زايد على منطقة هورة عالي الزراعية يصل طوله إلى ثمانمائة متر ويحتوي على ساحات خضرة بالإضافة إلى الألعاب وأجهزة إحماء رياضية ومسارات لفئة المكفوفين بخاصية الرصف اللمسي لتيسير عملية انتقالهم باستقلالية وأمان في الممشى إلى جانب مسار مخصص للدراجات الهوائية هذا المشروع طبعا حظي برعاية معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارة شون البلديات والزراعة حريصة على استمرار العمل على تطوير وإنشاء مشروع مجموعة من المشاريع التي تهدف لتعزيز أنسنة المدن ورفع مستوى جودة الحياة في مختلف مناطق البحرين الممشى هذه بيكون متنفس حق أهالي الدائرة إن شاء الله ولا ننسى كذلك الشكر إلى وزير البلديات ووائل المبارك على اهتمامه في هذه الممشى ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية ونشكر كذلك عضو الدائرة وكذلك نائب المنطقة ممشى مدينة زايد إضافة جديدة إلى سلسلة من المماشي الرياضية التي تندرج ضمن تطوير المماشي الرياضية والتطوير العام للطرق القريبة من المناطق السكنية لخدمة أهالي المنطقة والمناطق المجاورة بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين